الفصل الخامس عشر أدوات الملك أولا البيروقراطية يحتكر الملك توزيع المنافع السياسية والمادية للسلطة مما يسهل عليه المناورة والتأثير على النخبة بل ويسمح له أكثر من ذلك بمراقبة فعلية على الإدارة أولا مرحلة دفاعية من سنة 1955 إلى سنة 1960 ثانيا مرحلة هجومية من سنة 1960 إلى الآن كان القصر في أثناء المرحلة الأولى مغلوبا على أمره خاضعا لمقاومة حزب الاستقلال إذ ظل يتمسك بإصرار بامتيازاته في الجيش والشرطة وفيما يتعلق بالوزارات فقد كان القصر مضطرا في معظم الأحيان إلى التفاوض مع حزب الاستقلال لكي يقبل هذا الأخير مرشحي القصر ويقبل بالتالي تعيين وزراء الحزب لكبار موظفي إدارتهم وفي عهد حكومة عبد الله إبراهيم كان الملك يضع لائحة بأسماء العمال والقواد الذين يرغب في تعيينهم وبالموافقة مع وزارة الداخلية في الوقت نفسه وعندما تولى الملك منصب الوزير الأول ولأول مرة في مايو آيار سنة 1960 أصبحت التعيينات تتم حسب ظهير ومن جانب واحد ولم يعد يقتصر الأمر فقط على الوزراء بل تعدى ذلك إلى مديري مصارف الدولة والمصارف الشبه العمومية ومديري المكاتب الوطنية ومؤسسات القرون ولقد تم التعبير عن مصادرة الحسن الثاني للجهاز الحكومي بتحمله المسؤولية في مارس آذار من سنة 1961 لعدة مناصب مثل منصب الوزير الأول ووزير الدفاع والفلاحة والداخلية وهذا النوع من تمركز السلطة بين يدي الملك لم يثر آنذاك أي نوع من الانتقاد يجب أن توقف عند المكاتب الوطنية والمصارف شبه العمومية عندما كان عبد الرحيم بعبيد وزيرا للاقتصاد أنشئت آنذاك مكاتب كثيرة لها صبغة اقتصادية أهمها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ومكتب الدراسات والمساهمات الصناعية والمكتب الوطني للري استطاعت هذه المكاتب أن تجذب إليها عددا من التقنيين الممتلئين حماسا لكي يباشروا تلفيذ مشاريع على نطاق واسع إلا أن النظام كان يقدر خطورة الارتباك الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بمشاريعهم ولا شيء يؤكد أن نتائجها يمكن أن تكون لصالحه وتلك الخطورة لها تكاليف باهضة ومن المحتمل أن الملك كان يأمل في وقت ما أن يتمكن من مراقبة هذه المكاتب بمعية الوزراء الذين كانوا خاضعين لوصايته إلا أن هذا الأسلوب ظهر على ما يبدو أكثر تعقيدا وكان الهدف المنشود آنذاك إلغاء استقلالية هذه المكاتب ومن الممكن أن تكون بعض الاستثناءات بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات على سبيل المثال ولكن المشكلة أصبحت مطروحة أمام الرأي العام على الشكل التالي لقد أصبحت هذه المكاتب في وضعية مصطنعة لما تتميز به من امتيازات ورواتب عالية بالإضافة إلى أنها تعيش على هامش الدولة تماما وبفضل الاستقلالية التي منحت لهذه المكاتب فإن إدارتها لا تخضع لمراقبة الدولة لهذا قرر ملكنا المفدى أن يصيب هذه المكاتب في معاقلها وما يطلبه في الواقع نظامنا المستقل يكمن في وجود انسجام كامل للمؤسسات والقطاعات باعتبارها جزءا مكملا للجهاز العام للدولة لم يحدث في الواقع أي شيء من هذا القبيل منذ هذا البيان بل على العكس ازداد الثقل الاقتصادي للمؤسسات شبه العمومية كما هيمنت بصفة أكثر إغراءات الوظائف الشكلية التي يمكن تقديمها للنخبة الإدارية وكان مكتب الفوسفات يرضي دائما مديريه ويلبي رغباتهم وإذا كان علي بن جلون قد أبعد من منصبه فلأنه استغل وظيفته أكثر من اللازم لم يكن مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الأقل مصدرا للأرباح بالنسبة للسيد يحيى الشفشاوني ومحمد الجعيدي كما كشفت ذلك محاكمة سنة 1972 الخاصة بالفساد والرشوة وإنما تقدمه هذه المكاتب الوطنية من المنافع المادية الكبيرة لموظفيها السامين بجانب شيوع الرشوة التي أصبحت طابعها العام يجعلها من الصعب أن تعود بجرة قلم إلى مستوى باقي الإدارات لأنه إذا فقد هؤلاء الموظفون السامون امتيازاتهم فكيف يمكن للملك أن يعوض أوفياءه ويعتمد عليهم ويستخدمهم كما يشاء تعد الإدارة الأداة الرئيسية لحكومة الملك يفتح أبوابها ويراقب نشاطات الذين ينعم عليهم بالدخول إليها ويمنح بذلك الرضا الملكي ويعتبر ذلك دعوة مباشرة للغنى السريع ويعتبر هذا السلوك في مجمله من تقاليد المخزن القديمة حيث أن أجرة الموظف الحكومي لا تكفيه وهذا يدفعه إلى أخذ السخرة ليعيش الحياة التي يتمح إليها وبما أن فضل السلطان محفوف بالمخاطر فإن العمال والقواد وكل الموظفين الذين عينهم المخزن يعرفون أن عليهم أن يملأوا جيوبهم بسرعة وفي أقرب وقت ممكن لا يزال سلوك الموظفين السامين في الدولة حتى الآن تحت تأثير شعور عدم استقرار أوضاعهم وعدم ثباتها هكذا يمكن استخدام الحماية الملكية للإثراء المادي التمكين من شراء الأملاك العقارية ومن رخص الاستيراد ورخص التجارة وإسناد عقود من دون إعلان العرض كما يمكن أن يستفاد منها في مجال تنمية شبكات الأتباع وينبغي التحرك بسرعة فائقة قبل أن يسد باب الرزق لأن الوزارات تنتقل بدورها بسرعة من يد إلى يد لقد توالت التغييرات بأقصى ما يمكن من السرعة خلال السنوات الأخيرة بحيث إن كل جماعات النخبة قد استفادت تقريبا من كل خيرات المناصب الوزارية وكلها تشترك في هذا الأمر وغارقة فيه إن أمكر القول وهذا ما أسماه أحدهم بإدخال السعادة على النخبة ولم يصمد أمام هذا الإغراء ومحاولات التلاعب والفساد والرشوة إلا بعض القياديين القلائل لقد تقلب في وزارة التجارة والصناعة والمعادن منذ الاستقلال وزير على الأقل في كل سنة لا لشيء إلا لأنها من الوزارات المتهافة عليها وتكبر أهمية الوزارات حسب أهمية ما يسمى بالصناديق السوداء الموجودة رهن إشارة الوزير والممولة بأرباح مشبوهة كما ظلت وزارة الاقتصاد على رأس اللائحة باستمرار لأن لها سلطة قانونية للتوجيه والحجز والتجميد والتحقيق والتفتيش والمصادرة وإقرار نشاطات كل الوزارات والمؤسسات العمومية والتصديق عليها والبحث عن أي علامة للمراقبة والتفتيش في النظام الإذاري المغربي وتجد معها في الوقت ذاته مصدرا للموارد الخاصة بالصندوق الأسود ويتبع عدد من الوزراء والموظفين السامين في كل المناصب التي يتقلدونها بعد مساعديهم المختارين وهم على العموم أعضاء دواوينهم كما أنهم يمثلون في الغالب نواة قتلة سياسية إذ أن تشعباتها تصل إلى كل الوزارات بل تتعدى حدود الوزارات إنهم بالمعنى الدقيق للكلمة يكونون جماعات الأتباع يحميهم معلمهم بكل فعالية ويجعلهم يستفيدون من امتيازاته وبالمقابل عليهم أن يقاسموه المصرات والمضرات وعليهم اعتماده في وقت الشدة يفهم من المذكرة الملكية التي وجهت إلى كل الأحزاب السياسية بعد مظاهرات 23 مارس 65 الدامية أن الدواوين الوزارية لا تخضع لأي مراقبة وعبارات المذكرة توضح ذلك إجاء فيها ما يلي يجب أن تتوفر في أعضاء الدواوين الوزارية الكفاءة والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة والناس وبذلك أوصت المذكرة أن تسلم مسؤولية القضايا الجارية لكاتب عام من تيكلو قراط بعيد عن الانتماء السياسي ويراد بذلك من الكاتب العام إعطاء دور موازل للوزير ويكون بذلك عند الضرورة كلب الحراسة الخاص بالوزارة توجد طبقة وسيطة بعد الوزراء ومساعديهم الآخرين وبعد مديري المكاتب العمومية والشبه العمومية وفي هذا الوسط يترعرع كبار خدام الدولة وتظل العناصر الواعدة من الموظفين محل محاولات إغراء من الأحزاب والقصر على حد سواء إلا أن هذا الأخير ينجح في استمالتها لما يقدمه من إغراءات وما يعد به من أوضاع وآفاق جذابة ومن الأفضل هنا أن نستدل بأحد الإختصاصيين له معرفة خصوصية وجيدة بالبيروقراطية المغربية حيث يقول إن أكثرية الموظفين السامين المغاربة ما زالوا في مرحلة الشباب يقتربون من الخامس والثلاثين ويزاولون مسؤولياتهم بحيوية وحماسة بصفة عامة وفي أغلب الأحيان عن جدارة ولكن نادرا ما يقومون بذلك بإرادة وبروح المصلحة العامة ويتعلق الأمر هنا بجماعة من الشباب من أصل برجوازي لهم تكوين عصري وهكذا فإن رغبة الفعالية تدفعهم على العموم إلى تأييد برنامج اليسار أو برنامج يدعمه الملك على حد سواء هذا بالإضافة إلى أنهم التحقوا في سن مبكرة بالمناصب العليا في السلم الإداري مما يجعلهم يحجزونها لمدة طويلة نصل الآن إلى أغلبية الموظفين أي موظفي المكاتب ورؤساء الأقسام ورجال التعليم إلى آخره حيث نجد أن ترقياتهم تتوقف على الأقدمية وهناك عدد قليل منهم يمكن أن يساعده الحظ ليتميز عن الآخرين إذا وجد من يقف وراءه ليعتلي مرتبة أعلى ولا ينبغي أن ننسى أن رواتب هؤلاء الموظفين مجمدة منذ الاستقلال باستثناء عدد قليل منهم وذلك لفترة زمنية كما أن حظوظ ترقياتهم إلى سلم أعلى في إدارتهم ضعيفة وهكذا فإنهم غير مرتاحين لمصيرهم باعتبارهم متعلمين في مجتمع أغلبيته من الأميين وتحت مسؤولية رؤساء كفاءاتهم في أغلب الأحيان مشكوك فيها وهذا أمر طبيعي وبالإضافة إلى هذا التذمر هناك عدد متزايد من المغاربة استطاعوا أن يتابعوا دراساتهم التقنية العليا يجدون أنفسهم أمام مسؤول مرتاب وأقل كفاءة لا يتردد في إبعادهم ليقضوا وقتهم في صمت وليضيعوا قدراتهم في مكتب مظلم وفيما يخص المستويات الإدارية المتوسطة والدنيا فهناك جيش من فقراء النظام ينتقمون في أغلب الأحيان لأنفسهم وذلك بإهمالهم وبكل بداءة لمسؤولياتهم ومن المستبعد جدا أن يبقوا بعيدين عن الرشوة والفساد ومن وقت لآخر فإن التذمر يعبر عن نفسه في التحريض السياسي وهذه حالة أساتذة السلك الثاني يشكل الاستقطاب الإداري في حد ذاته صيرورة وهذا ما أسميه بكل ارتياح استمالة الأطر لم تكن الأحزاب السياسية وحدها فقط من تعرض للترويد عندما دخلت في سباق الوظائف الإدارية ولكن قاعدة مؤيديها قد أصيب في صميمه في الوقت الذي احتكرت فيه الأطر ذات الكفاءة المصالح العمومية وما فتئت الإدارة المركزية والمحلية منذ سنة 56 تتوسع وليس من السهل الحصول على أرقام رسمية لهذا التوسع وتختلف التقديرات كثيرا حسب المصادر وبعض المصادر ترى أن عدد الموظفين الإداريين باستثناء العاملين بالجيش قد ارتفع من 60 ألف إلى 145 ألف موظف وحسب تقدير آخر يأخذ بعين الاعتبار الجيش يقدم بالنسبة للسنوات نفسها الأرقام التالية من 68 ألف إلى 255 ألف وهكذا يمكن أن نكون فكرة عن حاجيات الحكومة فيما يتعلق بالموظفين الإداريين في السنوات التي تلت الاستقلال سنحت لي الفرصة بعد كتابة الفصل الأول بأن أقوم بتقديراتي الخاصة ويظهر أن الأرقام المذكورة أعلاه مبالغ فيها شيئا ما وبالرجوع إلى القانون المالي السنوي وحسب ما قمت به من إحصائيات وجدت أن الوظيفة العمومية كان ينبغي أن تتوفر على 58 ألف منصب مالي سنة 61 وقد ارتفع هذا العدد إلى 82 ألف خمسمائة وتمانين سنة 65 وإلى 95 ألف وتسعمائة سنة 69 وارتفع عدد رجال التعليم من 24 ألف إلى 50 ألف ومائتين وثلاثة وتمانين خلال المرحلة نفسها وإذا أضفنا عدد العاملين غير التابعين للوظيفة العمومية فإن مجموع الموظفين في القطاع العام قد ارتفع من 113 ألف ومائتين واثنان واربعين سنة 61 إلى 183 ألف وأربعمائة وتسعة وأربعين سنة 69 هذه التقديرات تطابق ما جاء في كتاب الإدارة المغربية لميشيل غوسي وتوقعاته سنة 1973 حيث كان يرى أن عدد الموظفين سيرتفع إلى 258 ألف في القطاع العام ومن المهم أن نسجل أن عدد رجال التعليم والمساعدين التقنيين الفرنسيين قد انخفض إلى ثمانية آلاف مستخدم وحسب ما يظهر فإن هذا الرقم قد استقر قبل سنة 1956 كان للأحزاب السياسية بصفة عامة وحزب الاستقلال بصفة خاصة عدد كاف من الإطارات الشابة المتعلمة والمعبأة لتأييدها وهؤلاء لم يساهموا في غالب الأحيان في النشاطات الوطنية إلا لأنهم ابعدوا عن العمل في إدارة الحماية أو حشروا في وظائف ثانوية وعندما جاء الاستقلال تحول هذا الواقع وجنبت الوظيفة العمومية عددا كبيرا من أصحاب شهادات المدارس الثانوية والجامعية في العقد الأخير ولم تعد هناك إطارات حرة رهن إشارة الأحزاب تخصص كل وقتها للنشاط السياسي ولا يوجد قانون يمنع الموظف من الاشتراك في حزب ما من الناحية الشكلية ولكن الأفضلية تعطى بشكل واضح للمحايدين وفيما يتعلق بالعناصر التي احتفظت بارتباطاتها مع أحزابها فلقد وجدت نفسها من دون فعالية ولم تعد تملك الوقت الكافي للنضال بالإضافة إلى اهتماماتها بمهام الوظيفة وضرورة الاعتناء بالعائلة وقد عانت كل التشكيلات السياسية من استقطاب الإدارة للأطر وهذا ما لاحظه علال ألفاسي في مؤتمر سنة 65 عندما حدد ذلك بقوله فحزب الاستقلال بحكم أنه هو الذي غدى الدولة بمختلف إطاراتها منذ إعلان الاستقلال يجد نفسه اليوم في حاجة إلى إطارات جديدة للقيام بتنظيم الأمة ومواصلة توجيهها الوجهة الصالحة طبق المعتاد والشيء نفسه عبر عنه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بلهجته التقليدية حيث نجد الاعتراف نفسه في العبارة التالية لا معنى للاختيار الثوري من دون إطارات المسلحة ويضاف إلى احتواء الإدارة للأطر ما قام به القصر من عمليات الترويد من أجل إضعاف التنظيمات السياسية وجعلها أكثر طواعية ثانياً وزارة الداخلية تناولت إلى حد الآن الحديث عن الإدارة بكيفية شمولية مشيراً فقط إلى بعض الملامح والمميزات فيما يتعلق بعلاقاتها مع القصر ويختلف الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية إذ تحتل موقعاً متميزاً في الإدارة لأنها أداة المراقبة المفضلة للملكية وبقدر ما تتوسع سلطات هذه الوزارة التي لم تتوقف يوماً ما بقدر ما تزداد ارتباطاتها تدريجياً وتتقوى مع العرش ويجب التذكير بأنه بعد الاستقلال تمسكت بعض عناصر حزب الاستقلال بعناد لوضع أحد أعضائها على رأس وزارة الداخلية للتمكن من مراقبة الإدارة الإقليمية وكذلك الشرطة إلا أن تلك العناصر نفسها لم تعد تعلق بعد ذلك الأهمية نفسها على هذه الوزارة عندما أصبحت للملك اليد العليا على التعيينات بل صار بإمكانه أن يتجاوز مسؤولية الوزير ليتعامل بشكل مباشر مع عمال الأقاليم والقواد إلى آخره ويعين موظف وزارة الداخلية بظهير كما كان الأمر في عهد المخزن وهم مرتبطون بالملك رمزياً وليس بالوزير وهذا الأخير لا يتدخل إلا بصفة استشارية فيما يتعلق بالتعيينات وهذا ما أكذه ظهير وعشرين مارس سنة ستة وخمسين حيث أن التعيينات يفصل فيها بظهير وكذلك ترقيهم وسحبهم من الأسلاك الإدارية وعزلهم مع الاحتفاظ بحقهم في رواتب التقاعد أو مع حرمانهم من هذا الحق ونقلهم ووضعهم رهن التصرف وتقليدهم وظيفة غير وظيفتهم ونادراً ما حدث نزاع بين الملك ووزير داخليته بل على العكس إن هذا الأخير يتحرك حسب توجيهاته ويستمع باستمرار إلى نصائحه فيما يتعلق باختيار ونقل الموظفين ويبقى الوزير على اتصال مباشر ومنتظم مع ممثلي الأقاليم بواسطة إدارة الشؤون السياسية هذا القسم الموروث من عهد الحماية تغير اسمه سنة ستة وستين وأطلق عليه اسم إدارة الشؤون العامة ومنذ تولية الجنرال أفقير على رأس وزارة الداخلية ظلت هذه الإدارة تحت إشراف الكاتب العام محمد بالعالم ملحقة مباشرة بدوان الوزير ومهمتها تطبيق سياسته ويتوفر رجال الإدارة المحلية على القوة الاحتياطية التشبه إلى حد ما الحرس الوطني للحفاظ على الأمن وعلاقاتهم مع البوليس المحلي الملحق بالأمن الوطني يحوطها غموض كبير ومن الناحية المبدئية فإن البوليس مسؤول أمام القائد أو الباشا إلا أنه في واقع الأمر يتمتع باستقلالية تامة وما يطبع اتجاه دوائر السلطة الداخلية والبوليس يتجلى في الميل إلى التنافس وهما معا تحت مراقبة الدرك الملكي من أجل أمن أوسع ويظهر الملك الرابح من تنافس هذه الأجهزة الثلاثة التي تكون مصادر المعلومات والأخبار وبالتأكيد فإن استضامة طموحاتها يؤدي حتما إلى فشلها وبما أن العلاقات التقليدية بين الملكية وممثليها المحليين يحافظ عليها بعناية فإن هيئة رجال السلطة وطبيعة مسؤولياتهم قد عرفت تغيرا كاملا يوجد بالمغرب حاليا عشرون عاملا إقليميا عاملان لعمالتي الدار البيضاء والرباط وعامل لمنطقة بحرية منذ سبتمبر سنة 67 عامل ميناء الدار البيضاء وأربعة وعشرون باشا وثلاثمائة وخمسون قائدا لقد أصبح رجال السلطة أكثر فأكثر من الموظفين الرسميين وتحرص الإدارة المركزية على أن لا يكونوا من أبناء المنطقة التي يديرونها وبما أن مساحة الأراضي الخاضعة لحكمهم كبيرة فإن العمال والقواد الممتازين يمكن أن يكونوا من مواليد أقاليمهم وفي المستوى الأدنى من السلم فإن مقدمي الدواوير القروية وشيوخ أفخاد القبائل وخلفاء الأحياء الحضرية ينبغي أن يكونوا منحدرين من الجماعة التي يديرونها أما فيما يتعلق بالقواد فيؤتى بهم من مناطق أخرى لكي يتجنب أن يكون في قياداتهم أفخاد من قبيلتهم أو أعضاء من عائلاتهم لقد لخص إيرنيست جيلينز بدقة تطور دور القواد منذ سنة ستة وخمسين وحيث لاحظ أن سلطتهم في عهد الحماية كانت شكلية بجانب سلطات ضمنية أكبر وكانت السلطة الشرعية موزعة بطريقة مبهمة بين القواد ورجال الإدارة الفرنسية أي ضباط الشؤون الأهلية والمراقبين المدنيين وكان من الصعب دائما تدقيق أسلوب استعمالها ومراقبتها وكان بإمكان كل من القواد وضباط الشؤون الأهلية أن يلقي على كاهل الآخر مسؤولية خطأ ما وبإمكان الإدارة أن تلوم القبيلة ورئيسها القائد في حالة وقوع سوء تصرف نجد القائد في هذه الحالة يبرر عدم ملاءمة أسلوب الإدارة الفرنسية التي لا تتفهم واقع الأمور تم إلغاء القواد المحليين بعد الاستقلال وبقيت تسمياتهم وأعطيت لإداري المنطقة التي تولى تسيرها مغاربة منذ ذلك الحين بدلا من الفرنسيين تغيرت هيئة الداخلية على عجل بعد الاستقلال مباشرة وبشكل كامل لأن الإدارة المحلية فقدت سمعتها وقيمتها في عهد الحماية وذلك لاشتراكها في قمع الحركة الوطنية ومنذ بداية سنة 56 أصبح تغيير الموظفين ضرورة ملحة من أجل تهدئة غليان البوادي التي غدت مصرحا لتحركات عصابات جيش التحرير وسدت الثغرات بتعيين المقاومين والاستقلاليين الذين تولوا بعض هذه المناصب إلا أنهم كانوا متضايقين من وظائفهم الجديدة نظرا لأنهم لم يكونوا مهيئين لها بشكل جيد ولم يكن مطلوبا منهم كحد أدنى إلا مجرد ضمان احترام محلي بسيط من أجل حفظ النظام لقد راح الإداريون الجدد يبحثون عن مساندة من جانب الحزب ويسعون في الوقت نفسه لتكوين أنصار مستغلين بذلك الامتيازات التي توفرها لهم الإدارة والحزب وأدى هذا الموقف إلى نفور السكان المحليين الذين لم يعودوا يفضون كما كانت العادة خلافاتهم أمام القائد وأكثر من هذا فإن فصل السلطات القضائية أفقده وسيلة الضغط على سكان إدارته وما فتئت الهوة تتسع يوما بعد يوم بين رجل السلطة ومحكوميه وعندما أصبح مبارك البكاي وزيرا للداخلية في مايو أيار سنة ستين قرر أن يخلص وزارته من الاستقلاليين المتعصبين وتعويضهم بإداريين أكفاء غير متسيسين وغير كذلك بعض عمال الأقاليم حيث أصبح مطلوبا من هؤلاء أن يعطوا رأيهم حول الموظفين الموجودين في دوائرهم وسمح لهم أن يقصوا العناصر غير المرغوب فيها وكان عليهم أن يطبقوا هذه التعليمات بحذافيرها كما أن وظائفهم الجديدة هذه تسمح للبعض أن يكونوا أتباعا وتضم أحيانا عناصر من عائلاتهم تلازمهم بعد ذلك من وظيفة إلى أخرى ولا علاقة لهيئة القوات حاليا بالعمل السياسي إطلاقا وهم على العموم أصحاب كفاءة ومن الصعب الإدلاء برقم حقيقي عن عددهم ولقد بدأ أكبر عدد منهم يمارس المهنة الإدارية في عهد الحماية باعتبارهم مترجمين سواء في وزارة العدل أو وزارة الداخلية وأغلبهم من خريجي ثانوية آزرو وبودل مجهود كبير في السنوات الأخيرة من أجل تكوين مهني للقوات ففي سنة 1957 تحولت مدرسة الشؤون الأهلية التي كانت تعطي تكوينا مؤهلا للإداريين الفرنسيين إلى مركز الأرشاد المغربي ونظمت في البداية دورة تدريبية شهرية مكثفة من أجل الموظفين الذين تنقصهم التجربة وعلى الخصوص من تسلم منهم الإدارة حديثا ورفعت في مارس من سنة 1963 مدة التدريب إلى أربعة أشهر وتسمى المدرسة الجديدة الآن بمركز تكوين رجال السلطة وقد تم نقلها إلى القنيطرة في سنة 1964 حيث أصبحت مدة التدريب بها تستغرق سنتين وذلك من أجل استيعاب برنامج المدرسة الموسع وعلى المتدربين أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس أو ديبلوم المدرسة الإدارية يشمل برنامج المدرسة التكوين العسكري ودراسة اللغة الفرنسية والعربية بجانب درس حول النمو الاقتصادي والسوسيولوجية والمحاسبات العمومية والطبيعة القروية والطوبغرافية والفلاحة ولقد تخرج حتى الآن فوج من حوالي خمسين قائدا تقريبا ووضعوا في مناطق أضحت في طريق النمو الإداري يمكن أن تساءل اعتبارا من التكوين الجامعي والعصول الحضرية في أغلب الأحيان لهؤلاء الموظفين الجذد عن الإضافات التي سيحملونها على المدى البعيد لهيئة رجال السلطة يعتبر القائد أو القائد الممتاز على المستوى المحلي شخصية بالغة الأهمية وكل رجال المصالح الأخرى وربما باستثناء رجال الشرطة مطالبون بتقديم تقاريرهم إليه دوريا ويتدارسون معه المشاكل المحلية ومن جهة أخرى فإن المجالس الإقليمية التي انتخبت لأول مرة سنة 1960 أعطت لقواد مرحلة الاستقلال قيمة كتلك التي كانوا يمثلونها في عهد الحماية بالنسبة للإدارة الفرنسية تكونت المجالس الإقليمية في عهد محمد الخامس ليتمرس المغاربة على التجربة الديمقراطية ووضعت تحت مراقبة شديدة من دون التعرض لأخطار الانتخابات التشريعية الوطنية كانت الانتخابات البلدية والقروية لسنة 1960 وسنة 65 الخاضعة لنظام الأغلبية الفردية موجهة للنخبة القروية التقليدية لإعطائها نوعا من الفعالية وذلك لرد الاعتبار إليها لأنها فقدت سلطتها أو كانت في طريق الزوال تقريبا وقد تحقق بالفعل هذا الهدف فالقواد الآن محاطون بمجالس منتخبة يتقاسمون معها مسؤولية المهام الحساسة والصعبة وهكذا التحق منتخبو المجالس بمكانتهم القديمة اللائقة لم تتحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس الإقليمية إلا بعد مرور شهر على الانتخابات في 23 يونيو حزيران من سنة 1960 وأفرغ البند 19 من محتواه الذي كان يحدد سلطات المجالس الواسعة على الشكل التالي يحل المجلس مشاكل الجماعة بالتشاور كما يصوت أعضاؤه على الخصوص على الميزانية المحلية نظرا لأن القائد أصبح له حق المراقبة والاعتراض الفيطو وعلى المجلس أن يفرض عليه جدول أعمال كل جلسة للموافقة والمصادقة كشرط أولي وللقائد كامل الصلاحية أن يرفضه جزئيا أو كليا وخلال الجلسة يمكنه أن يعترض على أي مناقشة ليست في جدول الأعمال لاحظ بوريلي أن المجلس يمكن أن يعبر عن آرائه ورغباته فيما يتعلق بالمشاكل المحلية وبالتالي في كل ما يتعلق بالإدارة والاقتصاد والمالية والنشاطات الثقافية والاجتماعية والدينية ويمنع عليهم الإدلاء بآراء أو اتخاذ قرارات ذات صبغة سياسية تخرج عن نطاق المشاكل ذات المصلحة المحلية وقدمت سلطات المجالس الإقليمية التي انتخبت في أكتوبر تشرين الأول سنة الثلاثة وستين بالأسلوب نفسه فيما يتعلق بتعاملها مع العامل وفي نهاية الأمر وفي حالة ما إذا تجاوز المجلس سلطاته أو أسيء استعمالها فإن وزارة الداخلية يمكن أن تبادر إلى حله وتحدد موعد انتخابات جديدة ولم تتوقف اختصاصات وزارة الداخلية عن المزيد من التوسع ومن الأرجح أنه لا يوجد هناك أي قطاع من قطاعات القضايا الداخلية إلا وتتدخل فيه ولو بصفة استشارية وقد تجنب الملك الذي جعل من هذه الوزارة آدات نشاطه المفضلة عن وعي وإرادة تحديد اختصاصاتها ليكيفها كما يشاء ولقد توصلت وزارة الداخلية أخيرا بسلطة المراقبة الفعلية على كل مشاريع وزارة الفلاحة مع احتفاظ هذه الأخيرة نظريا بمسؤولية التسيير المباشر أدت مجموعة من المراسيم إلى لامركزية وزارة الفلاحة في 9 نوفمبر 22 من سنة 66 وذلك بالإعلان عن تكوين سبعة مكاتب إقليمية كلفت بتنفيذ مشاريع النمو الفلاحي وهدم هذا التنظيم الجديد بشكل كامل البنية القديمة لهذه الوزارة وكذلك المكاتب الوطنية المركزية وأنشئ في سنة 1962 المكتب الوطني للبحث الزراعي الذي أسندت إليه مسؤولية مناطق البور بجانب المكتب الوطني للري المكلف بالأراضي المسقية وقد تم إدماج هادين المكتبين في مايو أيار من سنة 1965 وذلك من أجل تكوين مكتب الاستثمار الفلاحي الذي أصبح مسؤولا عن مركز التدبير والاستغلال الفلاحي إلا أن اختصاصاته لم تكن محددة منذ إنشائه سنة 1963 وذلك من أجل تسيير أراضي الاستعمار التي استرجعتها الدولة وكان تحت مسؤوليته حوالي 220 ألف هكتار إلا أن تسييره ظهر من دون فعالية حيث انخفض مردود الأراضي بشكل محسوس وحسب دراسة غير رسمية فإن من بين 356 قطع كان يسيرها هذا المركز كانت قد سلمت منها 180 لموظفين بوزارة الفلاحة و26 لم تكن بيد مسيرين رسميين و150 قطعة أعيدت إلى وكلاء خاصين من فلاح ثري إلى تاجر صغير إلى سائق تاكسي لقد عوض مكتب الاستثمار الفلاحي ومركز التدبير والاستثمار الفلاحي الذين لم يعد لهما وجود بمكاتب إقليمية تكلمنا عنها أعلاه وقد أصبحت خاضعة في تسييرها لمجلس إداري يرأسه الملك أو وزير الفلاحة كما هو الأمر بالنسبة للمجلس الاقتصادي الوزاري وهذا المجلس يقدم برنامجا سنويا للحكومة ذلك لأن اللجان التقنية المحلية التي يرأسها عمال الأقاليم تتولى المسؤولية المباشرة لتلك المكاتب ويساهم في اجتماعاتها مديروء المكاتب الإقليمية وممثلوء المجالس الإقليمية والبلدية والقروية ولم تحدد بعد الأشكال التنفيذية لهذا التنظيم الجديد ولكن من الواضح أن وزارة الداخلية ستكون لها الكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق بنشاطات تلك المكاتب وستكون لعمال الأقاليم إمكانية مراقبة المديرين الذين ينزعون إلى أخذ أكثر مما ينبغي من المبادرات وهكذا مرة أخرى نجد مشاركة الممثلين المنتخبين تقوي موقف العامل بينما اشتراكهم في أعمال تبدو ظاهريا مهمة ترفع من مكانتهم لا يترك هذا التنظيم شيئا يذكر لوزارة الفلاحة أو ما يمكن توزيعه لكي لا تجلب إليها النخب بل بالعكس فإن هبة الثراء ستتركز بين أيدي وزير الداخلية ويمكن أن نتصور حقا وكما هو معهود في الماضي أن أوفياء الملك سيقطفون الربح لقد اتسعت اختصاصات وزارة الداخلية أكثر عندما ألحقت بها مصالح السكنة والتعمير في غشت آب من سنة 67 ويمكن أن نقول وبكل بساطة إن هذه المصالح ستتكلف بالأساس بمدن القصدير وبذلك فإن وضعها ضمن اختصاصات وزارة الداخلية يوضح الأهمية التي يعلقها النظام على الهجرة القروية في اتجاه المدن وذلك من أجل مراقبتها أنشئت وزارة السكنة والتعمير في سنة 72 وأسندت مسؤوليتها آنذاك لحسن الزموري الذي دشن بذلك دخوله إلى الحياة السياسية إذ لم يتولى أي منصب في الحكومة منذ عشر سنوات لا تنحصر نشاطات القوات المسلحة الملكية في الدفاع وحماية التراب الوطني ولكن ينبغي عليها أن تساهم بفعالية في المشاريع ذات المصلحة بطاق المهام الوزارية والإقليمية أو بوصفهم رجال السلطة في الأوساط الحضرية والقروية على السواء وقد شارك جيشنا مشاركة فعالة في تكوين الأطر وإعداد أعوان السلطة التابعة لوزارة الداخلية ويقرب بين القوات المسلحة الملكية ووزارة الداخلية شعور الهوية المشتركة ونجد أغلبية الموظفين بالداخلية من أمازيغ قدماء مدرسة آزرو ولو لم توجد منهم عناصر بالجيش لكان هناك بعض أقاربهم هذا مع العلم أن الشكل الخاص لوزارة الداخلية له طبيعة عسكرية مميزة حيث يرتدي الإداريون المحليون لباسا عسكريا ونظام السلطة بالوزارة له سبغة مركزية قوية ليس له مثيل في الإدارة ويمكن القول إن الحس العسكري تقوى أكثر بتولي شخصيتين عسكريتين آمازيغيتين على رأس الوزارة مبارك البكاي وأفقير لا يؤدي المرور من المهام العسكرية إلى المهام المدنية أو العكس إلى تغيرات كبيرة في نمط حياة الضباط المغاربة ونظرا للتكوين الخاص للضباط والجنود وما يتميزون به من انضباط فلقد كانوا يدعون باستمرار للمشاركة في كل أنواع المشاريع من بناء المدارس إلى إنقاذ ضحايا الفيضانات وما إلى ذلك لقد تلقى 25 ضابطا في سنة 1963 تكويلا خاصا لكي يلتحقوا بالأقاليم كمساعدين ليكونوا رهن إشارة العمال والضباط المرتبطين بالمندوبية العامة للإنعاش الوطني بالرباط وكان ذلك بعد مرور سنتين على انطلاقة مشروع للإنعاش الوطني المكلف ببرنامج التنمية الفلاحية لم يغرب أبدا عن بال أي مسؤول سياسي ما يمثله وحده الوجود القائم للقوات المسلحة الملكية من عنصر الضغط فمن جهة نجد الجيش يشارك في أشغال التنمية وهذا ما يضعف من حجم المعارضة ومن جهة أخرى فهو على استعداد لسحق كل محاولة سياسية غير مشروعة في المهد لا يشبه الجيش المغربي جيوش البلدان المجاورة وعلى الخصوص فيما يتعلق بضباطه السامين حيث يسيطر على القيادة العليا للقوات الملكية المسلحة جماعة من الضباط جاءوا أساسا من الجيش الفرنسي وكذلك من الجيش الإسباني وأغلبهم بقي ملتحقا بهما إلى غاية سنة 1956 وهؤلاء لم يضيعوا فقط فرصة الاشتراك في الحركة الوطنية بل لقد شاركوا في قمعها وهذا الواقع قوى نوعا ما شعورا محافظا بين قدماء الضباط الذين كانوا يقمعون على التوالي كل من له آراء راديكالية وسط الشباب أو من كان له مجرد فتاح وطني وكان هؤلاء الضباط يعوضون عن هذه المواقف بجانب شمئزازهم وكرههم للسياسة بالوفاء للعرش ذلك لأن ماضيهم وغياب أنصارهم وهذا واقع صحيح لا يترك أمامهم مجالا كبيرا للاختيار وهذا مثال جديد آخر للبديل الأوحد العزيز على الملك مع العلم أنهم لا يمثلون إلا أقلية في هيئة تعدادها يصل حاليا إلى 1500 ضابط تقريبا وإذا كان الاستقطاب داخل الجيش قد توقف بين سنة ستة وخمسين وثمانية وخمسين فإن تكوين الضباط كان كثيفا وانتقائيا حيث تقرر في يونيو حزيران ستة وخمسين أن يكون كل المرشحين للأكاديمية العسكرية بمكناس مدرسة الدار البيضاء حاصلين على الأقل على الباكالوريا وهذا القرار البسيط كان كافيا لتغيير التوازن بين الأمازيغ والعرب في هيئة الضباط ولم تعد لأبناء الأعيان القرويين امتيازات كما هو الأمر بالنسبة لأبناء الحضريين المنافسين لهم والذين بإمكانهم أن يتابعوا دراساتهم المرغوب فيها وكذلك الأمر فيما يتعلق باستقطاب الضباط فإن الفرق الرئيسي بين الجيش الذي تكون في عهد الحماية وجيش المغرب المستقل يكمن في حد فاصل جديد لم يعد يرتكز على امتيازات النسب بل على امتيازات الثروة أصبحت هناك فروقات جدية تفصل بين الضباط الشباب والقدماء ويجب الإشارة إلى أن الجنرال الكتاني كان قد أوقف بكل حذر ولباقة كل الأفواج ليحقق في هدوء التحاق ضباط من الجيش الإسباني وجيش التحرير بالقوات الملكية المسلحة وكان ذلك في مرحلة مسيسة للغاية يجب التذكير هنا بمواقف وانتقادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ضد الأمير والقوات المسلحة ومناورات الاستقلاليين لمراقبة وزارة الدفاع وكان يعمل كل من الجنرال الكتاني والأمير مولاي الحسن ومحمد الخامس على تجنب كل ما من شأنه أن يثير الغيرة ويوقظ الحساسيات أو ما يؤدي إلى الخيانة ومع ذلك يجب القول إن تجميد الأفواج أدى إلى تقوية قدماء الضباط في الجيش الفرنسي وإعطائهم إمكانية تشكيل الجيش حسب رؤيتهم ترتبط القوات المسلحة الملكية على ما يبذو أكثر من وزارة الداخلية بالعرش وكان الأمير مولاي الحسن قد تكلف بتنظيمها وإلى الملك يعود القرار النهائي في كل ما يتعلق بالأفواج وكل القرارات في هذا المجال توزن بكل عناية ويحرص الحسن الثاني على إشباع حاجيات الجيش إلا أن هيئة الضباط مثل هيئة رجال السلطة مدعوة إلى أن تغير من طبيعتها وبذلك فإن وفاءها للعرش يمكن أن يعرف اهتزازا عندما يرتقي ضباط من الشباب من أصل حضري لهم تكوين عصري وإحساس بالسياسة إلى مناصب عليا في السلم الإداري إنه لمن الصعب على من يرى الوضعية من الخارج أن يخرج بنتائج عن الجيش المغربي الشيء نفسه بالنسبة لمن يرى الوضعية من الداخل وعلى الرغم من حدوث انقلابين فاشلين ومع كل محاولة الفهم الثاقب في ضوء ما حدث يظهر الآن أن تخلي الملك خلال عشر سنوات الأخيرة عن وزارة الدفاع وتوكيل مسؤولياتها قد أفقده الاتصال بالضباط ومن دون أن يشعر بذلك هل من الصواب تفسير دوافع الجنرال المذبوح والجنرال أوفقير فقط إلى التعاطش والجشع إلى السلطة سنتعرض لها بالتفصيل في الفصل الأخير إنه التفسير الرسمي إلا أن هذا غير كاف وهناك افتراض آخر ينبغي التحقق منه يكمن في أن جنود الملك الإنكشاريين كان لهم تصور إنهم على فوهة قريبة الانفجار ولم يقوموا بشيء سوى أنهم أسرعوا إلى أخذ المبادرة ليتجنبوا أن يكنسوا مع الملك في الوقت نفسه نقل عن أوفقير بعد انقلاب الصخيرات أنه صرح في اجتماع مجلس وزاري قائلا إذا لم يتغير أي شيء وإذا كان كل واحد منا لا يريد أن يستخلص العبر التي تفرض نفسها فإني أفضل أن أنهي نفسي حالا عوض أن أرى الصخيرات مرة ثانية وأن أقتل مرتديا قماطا عين الملك أوفقير وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش وكان الوزير الجديد يتصرف في وظائفه الجديدة كما لو كان الجيش محطما تحطيما كاملا أو على شف انتفاضه وأصبح يمثل دور البطل الذي يتلقى مظالم العسكريين ويتدخل بشكل شخصي لفائدة تلاميذ مدرسة أهرمومو العسكرية المسؤولين عن انقلاب الصخيرات وجاءت أحكام المحكمة العسكرية متسامحة بشكل مذهش وجزأ القيادة وشتت الوحدات في الوقت نفسه ويمكن أن نفترض أن النتائج لم تكون مرضية وأن مجهوداته لم تكن كافية لتهدئة توتر الجيش لأنه نظم انقلابه الشخصي في 16 غش من سنة 73 ولم يقتل أوفقير في كل الحالات مرتديا قماطا لقد قرر الملك الحسن الثاني أن يقوم بما سماه البحث عن مكامن الداء وقد ظهر له أن الجيش مريض جدا وليس في ذلك ما يثير الدهشة وصرح الملك في خطاب موجه إلى بعض الضباط السامين في 19 آب من سنة 72 أن الجيش منذ أن ترك قيادته أصبح فريسة للعشائر والمؤامرات وكان ذلك أسلوبا غير مباشر لإلقاء اللوم على بعض الشخصيات التي تحملت مسؤولية وزارة الدفاع المحجوب أحردان والجنرال إدريس بن عمر ومحمد باحنيني ووفاء هذا الأخير للملكية لم يوضع أبدا موضع تساؤل ومن أجل استخلاص نتائج منطقية في ضوء الواقع قرر الملك أن يتولى بنفسه مسؤولية وزارة الدفاع ويخصص أربع ساعات كل يوم من أجل القيام بإعادة تنظيم القوات المسلحة الملكية وبعد أن خرج الملك سالما من مواجهتين غير مرضيتين مع ضباطه السامين قرر إنذار الباقين ومن الآن سأواجهكم وجها لوجه فمن رأيت منه الحسن فسيلقى مني ما هو أحسن ومن رأيت منه السوء فكونوا على يقين أني لست مستعدا لأن أتسامح في حق إخوانكم مدنيين كانوا أم عسكريين هل كانت الصرامة الأبوية مجرد خدعة وتبجح؟ لم يمر أسبوع واحد على هذا القول حتى أهال أحد الجنرالات عبد السلام بن عمر على المعاش وكان من بين الحاضرين في الإجتماع المذكور ويجب أن نذكر هنا أن السيد عبد السلام كان عضوا في المحكمة العسكرية بالقنيطرة ولم يعارض قرارات الرأفة والتسامح وأكثر من هذا كان مساعدا لأفقير وهكذا وفي أقل من ثلاثة عشر شهرا أقصي من المشهد الدباط المنحدرين من الجيش الفرنسي والإسباني باستثناء عدد قليل من الذين كانوا يمثلون دور البديل الأوحد وفيما يتعلق بجيل الدباط المكون في عهد الاستقلال الذي لم تكن لديه عقد سياسية مثل مسؤوليهم الكبار فإنه لا يزال حاضرا ولو أن الملك يحاول بكل وضوح أن يتابع سياسة تشتيت الوحدات وإعادة تنظيم القيادة مع العلم أن ممثلي هذا الجيل تكلفوا بالأدوار الرئيسية في المحاولتين الإنقلابيتين وهذا يحمل في طيه دلالة كبيرة لم يكن يتجاوز عمر الكولونيل عبابو الخامس والثلاثين عندما دفع تلاميذ مدرسة أهرموم العسكرية للهجوم على قصر الصخيرات كما أن الغار على طائرة البوينغ الملكية أي بعد مرور سنة على المحاولة الأولى نظمها ونفذها كل من الكولونيل أمقران البالغ من العمر الرابع والثلاثين والكوموندان غويرة البالغ من العمر الثامن والثلاثين لقد كان هؤلاء الرجال الثلاثة في حدود سن المراهقة عند الإعلان عن استقلال المغرب أخذ الديوان الملكي في عهد الحسن الثاني مسلك حكومة الظل يراقب بدقة النشاطات الحكومة وفي داخله تتقرر الإختيارات الكبرى لم يكن دائما على هذه الصورة كان الديوان الملكي عندما تم تكوينه سنة 1950 يضم بعض الرجال الذين يحظون بثقة محمد الخامس يشرف عليه آنذاك محمد البحنيني الكاتب العام للحكومة حاليا وقد كان أستاذا للأميرين مولاي الحسن ومولاي عبد الله بالمعهد السلطاني إلا أن الديوان سرعان ما عرف توسعا كبيرا إذ أصبح الشيغر مديره ففي 16 فبراير شباط من سنة 1956 وكان من قبل نائبا لأحمد البحنيني وكان بدوره أستاذا بالمعهد السلطاني وتولى محمد عواد وهو بذوره كان أستاذا بالمعهد المذكور منصب رئيس الديوان كما كلف مولاي أحمد العلوي بالقسم الصحفي بالديوان وسمي كذلك ستة ملحقين ومع ذلك لم يكن للديوان إلا دور مصغر وشبه رسمي محدود في تقديم نصائح ومعلومات يهيئها عدد من المساعدين في الخفاء لملك غير مرتاح في وظائفه الجديدة باعتباره رئيسا للدولة لم يكن أعضاء الديوان الملكي فاسيين في السنوات الأولى من الاستقلال بل كانوا سلاويين مثل حجي وزنيبر وصبيحي وعواد أو تطوانيين مثل أنكاي وبنونة وكان ذلك تحت تأثير عامل المصادفة أو الصداقات وتوالى بالتتابع على إدارة الديوان الملكي في عهد محمد الخامس كل من مسعود الشيقر ورشيد مولين الذي لم يعمر إلا قليلا وعبدرحمن أنكاي الذي قتل في حادثة طائرة في يناير كانون الثاني من سنة 59 وأحمد الحمياني ومحمد عواد وهذا الأخير كان أول من حمل اسم المدير العام الذي كان ضمنيا ينعس به مولاي الحسن إلى ذلك الحين لقد أخذ الديوان الملكي يكتسي أهمية كبرى في عهد الحسن الثاني وتوفرت لإدريس المحمد وريد قديره سلطات واسعة أكبر من سلطات الوزراء يفهم دور الديوان الملكي وثقله إذا عرفنا أن مديريه كانوا على العموم موضوع ثقة الملك إلا أن الثقة مسألة نسبية وعلى الخصوص مع الحسن الثاني الذي يسحبها بالسهولة التي يمنحها يقدم أعضاء الديوان النصائح إلى الملك في كل المشاكل التقنية ويعطون آراءهم حول اقتراحات الوزارات وكان من بينهم سنة 66 ثلاثة مهندسين هم الطيب زعمون ومحمد أدادي ومحمد عبد الرزاق كما نجد من بين أعضائه عبد اللطيف الخطيب الذي يتكلم اللغة الإسبانية والفرنسية بطلاقة ومحمد الراشدي المستشار القانوني والطيب العربي الملحق والمكلف بالعلاقات العامة كما أن الديوان الملكي كان يحضر خطب الملك يعتبر الديوان الملكي محطة عبور بين وزارتين لشخصيات النظام كما يقدم نقطة عبور استراتيجية لكل الذين ليست لهم وظائف آنية مهمة وبذلك فإن الملحقين بالديوان كانوا مجرد عابرين في انتظار ما هو أحسن ويستخدم التعيين بالديوان الملكي في بعض الحالات لمكافأة المخلصين من خدام العرش ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في الديوان الملكي تأخذ كل القرارات الرئيسية التي يستخدمها الملك لمراقبة تنفيذ سياسته وتلك هي وظيفته الحالية كانت للقصر إمكانية التأثير في سير العدالة بل في توجيهها كذلك وقد أضحت بين أيدي الملك أداة قوية نافعة ليدمغ بخاتم المشروعية مجموعات النخب والملك أدبيا المجسد الأكبر للحاكم العادل ويمكن له أن يتدخل في المسلسل القضائي شفويا أو كتابيا أو بالترويد المباشر للجهاز القضائي وتوضح دراسة بعض الأمثلة الإمكانيات المتوفرة للتدخل الملكي والهيئة القضائية واعية بذلك هذا بالإضافة إلى المجموعات الأخرى من الموظفين بأن الملك يملك سلطة التعيين المطلقة احتفظ دستور سنة 1962 للملك بحق تعيين كل القضاء مع تأكيده التام على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية مع العلم أن التعيينات تتم عن طريق اقتراح المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك بنفسه ويختار أغلبية أعضائه ويمكن أن يتخذ كلام الملك قوة القانون ولم يزيد البند التاسع عشر من الدستور إلا على تأكيد الصفات التقليدية للملوك المغاربة الملك أمير المؤمنين حامي حما الدين والساهر على احترام الدستور ودين الدولة هو الإسلام البند ستة حلل لويس فوجير ما تنطوي عليه النصوص الدستورية بما يلي يعتبر الملك هو الضامن والحارس لروح المجتمع المغربي وهل في ذلك مغالاة كبيرة إذا عرفنا بأنه يستطيع بل عليه أن يرفض إصدار قانون أو ما من شأنه أن يمس بالسيادة المغربية بذلك يحتفظ بسلطة ضمنية وعامة تتجاوز كل الصفات التي أقرها الدستور لا ليس في ذلك أي مبالغة لأن هناك سوابق متعددة أظهرت هذه السلطة المطلقة وقبل تحضير الدستور والمسألة الأساسية هنا تكمن في قيمة الكلام الملكي الذي صار بمثابة قانون ولقد سبق للمحكمة في سنة 1960 أن فصلت في هذا الموضوع بطريقة التالية إن أمر أو تصريح الملك الذي يمثل الأمة له قيمة قوة القانون إذ أن الملك نفسه يصدر القانون هذا الأمر أو هذا التصريح له قوة وقيمة القانون ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية أو في الصحافة والإذاعة إلا أن هذه المسألة لم تحل أبدا بطريقة حاسمة وهناك على سبيل المثال حالتان حل الحزب الشيوعي المغربي ومحاكمة بهائي الناظور ففي الحالة الأولى أخذت المحكمة العليا بعين الاعتبار كلام الملك الذي كانت له قوة القانون بعكس الحالة الثانية وفي الوقت نفسه لم تسرع المحكمة العليا أبدا ضد القيمة القانونية لكلام الملك وضعت في سبتمبر أيلول على كاهل عبد الله إبراهيم مهمة شاقة إذ عرض عليه توقيع قرار يقضي بحل الحزب الشيوعي المغربي وكان وزير العدل يرى أن قانون الحزب المذكور يخرق أحد بنود ظاهير سنة 59 الذي ينظم قانون الجمعيات لأن من أحد أهدافه تقويد الحكومة والملكية رفع الحزب الشيوعي القضية أمام محكمة الدار البيضاء التي حكمت بأن الدولة لم تقدم البرهان الكافي على نيات الحزب واستأنفت الدولة الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالرباط وقبل المحاكمة الثانية بالضبط ألقى محمد الخامس خطابا أدان فيه بشدة المذاهب المادية وبذلك اعتمد وكيل الدولة العام في التهم على تصريحات الملك واعتبر أن لها قوة القانون وحكمت محكمة الرباط لصالح التهمة واستأنف الحزب الشيوعي المغربي من جديد الدعوى أمام المحكمة العليا التي أصدرت فيما بعد حكمها النهائي برفضها لاستئناف الحزب سنة 64 ودعمت المحكمة قرارها باعتمادها على تصريحات الملك التي لها قيمة القانون إذ أن كل الأطراف لم تدل ببراهين كافية وبذلك فإن القضاة لهم كامل الصلاحية لتبرير حكمهم لنفتح قوسين هنا حول الحزب الشيوعي المغربي الذي أعاد عالي يعتى إحياءه سنة 1968 تحت اسم حزب التحرر والاشتراكية ولم يكن تغيير الاسم كافيا آنذاك ليحصل على الشرعية ومنع الحزب مرة أخرى بعد سنة وسجن علي يعتى إلا أن الحزب لقي اهتماما وحظوة عند الشبيبة وعلى ما يبدو إن الجبهة المتمركزة في الدار البيضاء ما هي إلا جماعة منه وبعد عدة شهور من السجن ظهر علي يعتى على المسرح السياسي ففي خريف سنة 1962 عندما باشر الملك استشاراته من أجل تأليف حكومة الوحدة الوطنية تسلم علي يعتى زعيم الحزب رسالة تدعوه للمشاركة في المفاوضات كل هذا يحصل بالمغرب وفيما يخص الحالة الثانية أي محاكمة البهائيين أمام المحكمة الجنائية بالناظور في ديسمبر كانون الأول من سنة 1962 لقد أثارت البهائية باستمرار غضب المسلمين بسبب الحرب الأهلية التي أشعلتها بإيران في القرن الماضي وذلك لادعائها أنها جاءت لتحل محل الديانة الإسلامية وكذلك اليهودية والمسيحية أخبر في سنة 1962 بوجود نشاط لعناصر من البهائيين في شمال البلاد وقد حمل علال الفاسي الذي كان آنذاك وزير الشؤون الإسلامية المشكلة أمام المحاكم وتم اعتقال أربعة عشر بهائيا بتهمة إفساد الشباب وتكوين جمعية من الأشرار والمسي بالإسلام والأمن العام وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة صرح الحسن الثاني في أثناء ندوة صحفية قائلا إن البهائية هرتقة حقيقية غير مقبولة بالمغرب وفي اليوم التالي حكمت محكمة الناظور على ثلاثة من المعتقلين بالإعدام وعلى خمس آخرين بالسجن المؤبد وكان لهذه الأحكام صدا وطنيا وعالميا وأثيرت محاكم التفتيش وشبها علال الفاسي بيتور كومادا نقضت المحكمة العليا الأحكام الصادرة عن محكمة الناظور في ديسمبر كانون الأول 63 وأوضحت أن البهائيين لم يقوموا بأي نشاط إجرامي يدينه القانون الجنائي المغربي وواضح هنا أن المحكمة العليا قد اختارت أن لا تأخذ بعين الاعتبار تصريحات الملك ومن المحتمل جدا أن هذه القضية قد حبقت كل خيوطها للتخلص من علال الفاسي والدفع بالاستقلاليين خارج الحكومة ويظهر بوضوح من كل هذا أن الملك يمكن أن يوظف تصريحاته بطريقة تلائمه حسب ما يقرر ويمكن أن تكون أو لا تكون لها قوة القانون وفي كلتا الحالتين تخضع المحاكم المغربية للتعليمات الملكية يزودنا الحسن الثاني بنموذج عن التدابير الملكية المغربية تجاه العدالة وذلك خلال ندوته الصحفية بتاريخ 22 يونيو حزيران من سنة 72 وقد نجى من الخطر للمرة الثانية لقد صرح في أثناء ذلك بأن الأحكام المتسامحة بمحكمة القنيطرة التي تكلفت بمحاكمة تلاميذ مدرسة أهر مومو قد أقلقته وأثارت استياءه وكان متأكدا من أن التسامح في الأحكام شجع العسكريين على أن يبدأوا من جديد وطبيعي أن أوفقير كان الآثم ولكن جوهر المسألة أبعد من ذلك وتتلخص فيما يلي ما هي إذن التعليمات التي على المحكمة أن تتقيد بها لإصدار أحكامها لقد تدخل الجنرال أوفقير ضد تعليماتي مع العلم أني كنت قد قدمتها بوضوح أمام الضباط السامين وقد سجلت في المحضر في حالة ما إذا كان يشك في أحد أنه قتل بدم بارد مدنيا عليكم أن تحاكموه بأقصى العقوبات أما ما يتعلق بي أتركوني أستخدم حقي في العفو كما أن الاعتقالات المتعلقة بمؤامرة سنة 63 و 64 مثال آخر على الأسلوب الذي يتم به ترويض الجهاز القضائي وبموافقة ضمنية على الأقل من الملك إن الأمر هنا لا يتعلق بفحص صحة الاتهامات ولكن ولو مع قبولنا أن ليس هناك أدنى شك في وجود مؤامرة ضد حياة الملك فإن الإجراءات الموليسية والقضائية قد أخلت بكل القواعد الاعتيادية للعدالة لم تسعى أبدا الحكومة مع كل إنكارها إلى تبديد الالتباس رسميا فيما يتعلق بوجود عدد من مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من بين المعتقلين ليكون دليلا على المشاركة المباشرة للحزب في المؤامرة تمت الاعتقالات يوم 16 يونيو حزيران من سنة 63 في أثناء اجتماع حزبي بالدار البيضاء وكما يدعي البعض كانت الحكومة منشغلة بهزيمة الاستقلاليين في الانتخابات التسريعية إلى حد أنها نسيت الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى أن فوجئت بنجاحه وكان ينبغي عليها أن تقوم بشيء قبل الانتخابات البلدية والقروية في شهر يونيو حزيران وقد أجلت شهرا آخر وفي أثنائه تمت الاعتقالات لقد احتفظ ب35 معتقلا في سرية بين 16 يونيو حزيران و15 غوشت آب أي التاريخ الذي أعلن فيه بشكل رسمي عن وجود مؤامرة وسجل البوليث خلال هذه المدة إثباتات أو اعترافات المعتقلين وقد استنطقوا فرادا وركزت كل الاهتمامات بناء على محضر الاعترافات وأثار الدفاع أن المعتقلين عذبوا بشكل منهجي إلى حد تبادل الاتهامات فيما بينهم وحاول بعضهم أن يثبت أن الهدف المقصود من اعتقالهم يكمن في إقامة محاكمة لأفكارهم وأمانيهم وقد أجبروا تحت التعذيب على الاعتراف بأنهم كان يرمون أو يريدون قتل الملك وكما لاحظ أحد المعتقلين من هو المغربي الذي يحلم بذلك لقد أثبتت ذلائل التخمين فقط عن وجود شبكتين للمتآمرين تحت قيادة شيخ العرب ومومن الديوري ولكن لن نقف طويلا عند هذه الوقائع لأن حدود تحليلنا هنا ترتكز أساسا حول الإجراءات القضائية أكثر ما تهتم بعمق القضية استمشر محامو الدفاع عندما قدمت قضية المؤامرة في 25 نوفمبر 22 من سنة 1963 أمام المحكمة الجنائية بالرباط لأنهم كانوا متخوفين أن تنتقل المحاكمة أمام محكمة عسكرية على إثر حرب الحدود مع الجزائر والحكم بالإعدام غيابيا على المهدي بن بركة واتهامه بالخيانة العظمى إلا أن تعيين وكيلين للدولة أحدهما من طنجة والآخر من بني ملال من بين أعضاء المحكمة وضع الدفاع في موقف حرج وقد عارض حقهما في المشاركة في محكمة الرباط إلا أن هذا الاعتراض قوبل بالرفض كما رفضت المحكمة كذلك قبول دلائل التعذيب الذي مارسه البوليث على الرغم من شهادات الديوري ولم تقبل المحكمة ذلك إلا بعد مرور عدة شهور عندما سمحت بتحقيق طبي يجريه طبيب عسكري غير أن حضور 53 عضوا من هيئة الدفاع وواقع افتتاح المحاكمة أمام الجمهور والصحافة أعطى إمكانية للمعتقلين أن يتكلموا عن التعذيب الذي قاسوا منه مما جعل المرافعات تهوص في جو من التوتر المأساوي ومثل ما كان سائدا بالنسبة لكل المحاكمات السياسية فإن الأحكام معروفة مقدما إلا أن سياق المحاكمة التي نحن بصددها قد أحيط بالتوتر والانفعال يقول أوتو كير شايمر حول دور المحاكمات السياسية إن النتيجة التي يبحث عنها ليست موجودة في مضمون الحكم بل تكمن في التوتر الذي تثيره عاطفة الجمهور الذي يشارك في تسلسل مأساة تبقى عقدتها غير مؤكدة إلى آخر لحظة ولكن هذا ما يمكن أن تسمح به العدالة السياسية وفي الواقع كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو الذي يحاكم واستدعى الجمهور للحضور من أجل الكشف عن أخطائه كما كانت الأحكام مجرد ترتيبات من أجل إخراج حلقات المسرحية وبعد محاولة البحث عن توريط الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وإدانته باعتباره مدنبا في أعين الرأي العام يمكن للملك أن يضيف مسحة جديدة وأن يظهر بمظهر الأب الرؤوف ويعلن تسامحه التجاه رعاياه المخطئين وهذا ما حصل في السلة التالية بما أن هذا الأسلوب نجح مرة لماذا لا تعاد التجربة مرة أخرى؟ انتهت في ربيع سنة 1970 جماعة جديدة من بقايا اليسار إلى تحطيم القوى الباقية لديها لقد سجن أغلبية المعتقلين عدة شهور دون اتهام وتعرض بعضهم للتعذيب وفي النهاية قدم 193 متهما للبحاكمة بمراكش وكما رأينا سابقا كان من بينهم سعيد بن عيلات وأحمد بن جلون وكذلك المدعوب المنادي الذي تورط في هذه القضية دون معرفة بما كان يقوم به حسب ما يبدو وقد توفي في ظروف غامضة بعد وقت قليل من المحاكمة ودفعت الأحداث الدامية باسخيرات الملك لكي يكون متسامحا مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكما كان منتظرا لقد جاءت الأحكام مخففة وكما هي العادة فإن المتهم الوحيد المحكوم عليه بالإعدام الذي كان موجودا بالمغرب صدر في حقه العفو سادسا الدعاية والصحافة يملك القصر وسائل متنوعة للاتصال بالرأي العام ونشر دعايته ابتداء من جهاز الإذاعة والتلفزيون الموجود تحت الرقابة الكاملة للدولة ولكن ما هو أكثر غرابة أن تكون المؤسسات الصحفية الأكثر تأييدا للملك تتجلى في مجموعة من الجرائد ووكالة خاصة للصحافة لقد وجدت باستمرار جريدة يومية رسمية باللغة العربية ولكن نادرا ما تجاوز توزيعها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف نسخة واستمرت في الظهور ابتداء من سنة ستة وخمسين تحت عنوين مختلفة من العهد الجديد والفجر وآخر ساعة إلى الأنباء من دون أن تحقق نجاحا وظلت صحافة ماس التي كانت في ملكية إيف ماس وإحدى قلاع عهد الحماية تنشر جريدتين يوميتين لو بوتي ماغوكاة توزع يوميا خمسة وأربعون ألف نسخة ولا فيجي توزع يوميا ثلاثون ألف نسخة وتتوفر صحافة ماس على أكبر عدد ممكن من إعلانات الدعاية وبذلك كان مشروعها مربحا على خلاف الجرائد المغربية الأخرى ونظرا لسمعتها الاستعمارية لم يكن لها إلا عدد من الأصدقاء قبل الاستقلال واستطاعت بعد سنة ستة وخمسين أن تركب العاصفة وبذلك ثابرت على مدح الحكومات المتتابعة متملقة للقصر على الخصوص ولم يكن ليمر يوم واحد من دون أن تقرأ على صفحات جريدة لبوتي ماروكا عن التقدم الهائل والضخم للبلاد في كل المجالات وذلك بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك ووصل هذا التملق إلى حد يجعل المرأة يتساءل عما إذا لم يكن الصحفيون يضعون بعض الخبث عندما يوجهون مدائحهم كضربات عنيفة معلنين عن نجاح المشاريع التي انتهى المجلس الوزاري عن مناقشتها توا أو يصرخون مثل شدقيهم بمناسبة الكوارث الطبيعية أن الملك الحسن الثاني الوحيد القادر على إخراج البلاد من الركود وبالرغم من عداء حزب الاستقلال لصحافة ماص فلقد استطاعت أن ترتب أوضاعها وتزدهر وقد سمح لها غموض قانون الصحافة الصادر في نوفمبر 22 من سنة 58 بالاستمرار في الوجود يتضمن القانون المذكور بندين متناقضين البند الثاني عشر يصرح بوضوح أن كل المشاركين في الحياة المالية للمطبوعات المنشورة بالمغرب سواء أكانوا مالكين أم مساهمين أو شركاء أم معنيين أو ما إلى ذلك ينبغي أن يكونوا من جنسية مغربية وفيما يخص البند الثاني 27 فإنه يسمح صراحة للمطبوعات الأجنبية أن تستمر في النشر إذا كانت تتوافق مع الإجراءات الأخرى في القانون وأعطيت مهلة ستة أشهر لمديري الجرائد الأجنبية لتصفية ما عليهم من واجبات أخبر في 23 مايو أيار 1959 أي قبل خمسة أيام على انتهاء مدة الأجل الوزير الأول عبد الله إبراهيم المديرين المعنيين بالأمر بأن رخصة السماح لهم بالنشر قيد الدراسة وفي انتظار قرار بذلك فإنه يسمح لهم مؤقتا ابتداء من 28 مايو أيار بالاستمرار في الصدور ولم يضع أي إجراء حدا لهذه الحالة المؤقتة وظلت صحافة ماس في أثناء ذلك تتعرض لهجوم حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ابتداء من سنة 63 وطالب الحزبان بمنع الصحافة الأجنبية بالمغرب تطبيقا للبند الثاني عشر من قانون الصحافة ورفعت القضية أمام المحاكم كما قدم الفريق البرلماني الاستقلالي مشروع اقتراح في الموضوع وصرحت المحكمة العليا من دون أن تمس عمق مشكل البنود المتناقدة لقانون الصحافة بأنه ليس من اختصاصها أن تصدر حكما في مشروعية الرخصة المؤقتة لعبد الله إبراهيم لأن الأمر يتعلق بعمل إداري وأعيدت القضية إلى المحاكم ولا يبدو أن هناك نهاية لهذه القضية لا متناهية أرغم الإنقلاب الفاشل بصخيرات الملك على التخلص من الدعامة التي كانت تقدمها له صحافة ماص منذ سنوات كان يتنبأ بالنهاية المحذقة بهذه الصحافة ولكن الحسن الثاني لم يكن مستعدا للتضحية بها من دون أن يوفر قبل كل شيء بديلا مؤيدا في مستواها وعندما أنشأت جريدة لا دي بيش في حينها سنة 1970 ظهر حسب ما يبدو أنها تقدم كل الصفات المطلوبة وتولى إدارتها المهدي بن نونة وكان في الوقت نفسه مديرا للوكالة المغربية للأنباء ويقال إن المهدي بن نونة تلقى ضمانة تمكنه من حرية التصرف في مجال الصحافة اليومية الصادرة باللغة الفرنسية وما عليه إلا أن يأخذ بعين الاعتبار منافسة جريدة الرأي بالفرنسية ولكن بعد انقلاب الصخيرات تم تعليق الرخصة المؤقتة لسنة 59 ابتداء من فاتح نوفمبر 22 من سنة 71 ومن الممكن أن يكون هذا القرار التفاتة مولوية تجاه حزب الاستقلال وهكذا أممت في النهاية الصحافة الاستعمارية إلا أن ما كان يثير نوعا من الاستغراب رؤية أحمد بن كيران المدير السابق لجريدة ماروك انفورمانسيون يتولى رئاسة تحرير الجريدتين الجديدتين لوسواغ ولومتا وبعد أشهر أي في نهاية فبراير شباط من سنة 1972 في أثناء الاستفتاء على الدستور الجديد كان من الواضح أن أحمد بن كيران يشمئز من فكرة وضع جرائده في خدمة الحكومة والدعاية المطلقة لها وأبعد بسرعة من منصبه واستبدل بمولاي أحمد العلوي والنتيجة المستخلصة من هذه العملية أن الجرائد المؤممة لم تكن سوى صورة طبق الأصل لأخواتها في عهد ماس وكل ما تغير يكمن في صورة المرأة بلباس الشاطئ التي كانت تزين كل يوم أسفل الصفحة الأولى وقد ذهبت ضحية التأميم وفيما يتعلق بالمهد بن نونا وجريدة لا ديباش فإن مضمون الأحداث الجديدة قد أقبرتهما بسهولة لقد كان للقصر والديوان الملكي اتصالات دائمة مع الصحافة المستقلة لكونها مفيدة جدا لنشر الإشاعات وجس النبط وعلى الأخص عندما يكون الأمر متعلقا بجرائد الإشاعات والكاريكاتور وعن طريقها يمكن التقليل وفي سرية من قيمة وزير لمعرفة ردود الفعل من أجل قرار جديد أو تشجيع جو سياسي معين أشيع على سبيل المثال أن حزب الاستقلال مقسم إلى ثلاث اتجاهات متصارعة ونشر ذلك في افتتاحية جريدة المساء بتاريخ 9 فبراير شباط 1967 وحسب مصدر موثوق به إن كل مسؤولي وزارة الداخلية قد طلب منهم أن يقدموا تقارير حول ردود الفعل المحلية عن هذه الافتتاحية التي جاءت في وقت كان يطرح فيه من جديد موضوع الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية وحسب ما يبدو أن الجبهة الاستقلالية المستقرة كانت الحاجزة لنجاح هذه المشاريع ومراقبتها وهكذا استعملت في إطار تكتيكي شامل على ما يحتمل من أجل تهييج الانقسامات المستمرة داخل حزب الاستقلال وتعميق صورة حزب مقسم يستشهد كدليل على حرية التعبير بالمغرب وجود عدد من المنشورات المستقلة وتتمتع جرائد الحزب بالفعل بحق النقد الشيء الذي لا تعرفه أغلب دول الشمال الأفريقي إلا أن هذه الحرية في الوقت نفسه محدودة بوجود قوانين تدفع بالصحفيين إلى الوجل والرقابة الذاتية يسمح البند 71 و73 من قانون الصحافة لوزير الداخلية أن يقوم بإجراءات ضد الجرائد التي يرى أنها تمس بمقام الملك أو أحد أعضاء العائلة الملكية ويمكن كذلك أن يقوم بإجراءات الحجد الإداري للمطبوعات ذات الخطورة على الأمن العام إذا اعتبر ذلك ضروريا وهذا هو البند الأكثر استعمالا ويمكن أن تباشر المتابعات القضائية ضد كل الجرائد أو المجلات خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور المقال المخالف للقانون بند 78 وفي حالة الإدانة إذا لم تسدد الذعيرة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم فإن الجريدة ستتعرض للتوقيف بند 76 وهكذا فإن عددا من الجرائد مثل الكفاح الوطني للحزب الشيوعي المغربي والتحرير والمحرر للاتحاد الوطني للقوات الشعبية وأحيانا العلم لحزب الاستقلال نجدها تتعرض باستمرار لمتابعات العدالة ويحكم عليها بأداء غرامات مالية ومن الغرابة أن خطبة صلاة الجمعة بالمسجد كانت إحدى الوسائل الأقل استعمالا للقيام بالدعاية للملك في حين أن هذه الخطبة تلقى في كل البلاد باسم العاهل وكانت في الماضي تستخدم للمدح على الدوام وحسب ما يبدو إن القصر ليست له في الوقت الراهن خطة دقيقة فيما يتعلق باستخدام المسجد للدعاية ويوجد في المغرب حوالي 13 ألف خطيب وفي أغلب الأحيان يسمح للخطيب أن يكتب بنفسه خطبته غير أنه في أيام الأعياد الملكية أو الوطنية فإن وزير الأحباس كان يوزع نص الخطبة وفي حالات أخرى يكتفي ببعض التعليمات وفي مناسبة عيد ميلاد محمد الخامس فإن النص الإجباري للخطبة كان كما يليء وفي الحقيقة إن إمامنا وعاهلنا المفدى محمد الخامس هو أكبر ضمانة لمصالح هذه البلاد أحاديثه وقراراته تشهد مثل من يشهد به سلوكه وأعماله وفي الحقيقة إن المجد مجد الأسرة العلوية وعلى رأسها أكبر بطل يليق بمقامه الاحترام والثقة والإخلاص ووفاء كل المغاربة وإن العالم الإسلامي يشهد بمطولته وتفانيه ولتلخيص هذا الفصل نقول إن الإدارة بمعناها الواسع وعلى الخصوص وزارة الداخلية والعدالة والجيش والبوليس والديوان الملكي والصحافة كانت من الأدوات ذات الامتياز للسلطة الملكية وبواسطتها يمكن للملك أن يتدخل بشكل مباشر في مجريات الحياة السياسية ويمكن للعاهل بفضل الإدارة أن يغد الصراعات الداخلية للنخبة ويجعل من القصر الموزع الأول أو بالأحرى الأوحد لكل فضائل السلطة كما تسمح له سلطته على وزارة الداخلية والجيش بالإشراف على الفصائل الحزبية ومراقبتها وتغيير قواعد اللعبة وإقصاء بعض اللاعبين ولكن كل هذه المناورات مع أنها معاملات ذات حساب دقيق ودراية فإنها في نهاية المطاف ليست سوى إجراءات وقائية لا أقل ولا أكثر للحفاظ على نظام في مواجهة تحدي النخب الصاعدة ومشاكل الرهود الاقتصادي اشتركوا في القناة